السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزاها طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالثة الأعدادية إن شاء الله متابعين ونكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الرابعة من كتاب المعاصر بداية من صفحة 225 وجيب لي هنا اكثر سيز تدريب أمف كبلاري على المفردات شوز اختر ذاك ولكتأنصر الإجابة الصحيحة استو الرقم 1 نقط استو فاين إن انت تجد فاين أو تكتشف إن انت تجد أو تكتشف شيء ما الناس ما عرفتهش قبل كده إن انت تجد أو تكتشف شيء الناس ما كانتش تعرف عنه حاجة قبل كده ومعرفتهش قبل كده يبقى ده معنى كلمة receive يعني يستلم ولا intent يعني ينوي ولا discover يعني يكتشف ولا بس يعني يمر أو ينجح أو يكتشف طبعا معنى كلمة discover إن انت find or find out تجد أو تكتشف شيء that people didn't know before الناس ما عرفتهش قبل كده discover بيساوي find out يكتشف رقم 2 نقط is a person who does work without getting money يا ترى مين هو person من هو الشخص من هو الشخص اللي بيقوم بعمل ما without getting money بدون أن يحصل على النقود بيشتغل بدون مقابل مادي volunteer ده الشخص اللي هو المتطوع ولا farmer الفلاح أو المزارع ولا nurse الممرض أو الممرضة ولا player اللاعب طبعا ده اللي هو volunteer المتطوع هو الذي يعمل without getting money بدون مقابل مادي رقم 3 و as the prefix إحنا بنضيف prefix البادئة حروف كده في بداية الكلمة to the verb cover للفعل اللي هو بمعنى يغطي to mean find out عشان يعنى أو نقصد به يكتشف عشان نخليها بمعنى يكتشف إحنا هنضيف البادئة إيه الحروف اللي هضيفها هنا في الأول لكلمة cover d i s i m r e e x طبعا هضيف ال d i s عشان تبقى discover discover يعني يكتشف بتساوي في المعنى كلمة find out برضو بمعنى يكتشف رقم 4 the anthem of the word close الانتنم اللي هو المضاد المضاد من كلمة close يعني قريب مضاد أو عكس كلمة قريب عكسها ايه نير يعني قريب دي نفس المعنى نير بي يعني مجاور أو قريب neighboring المجاورة كده الاسم ولا distant يعني بعيد طبعا عندي هنا كلمة close قريب عايز من مين عايزين الانتنم منها الى عكس منها وهي distant يعني بعيد رقم 5 is difficult for him صعب بالنسبة له صعب بالنسبة له يقرأ او يتهجي يبقى هو هاز عنده ايه ديسليكسيا عنده عصر في القراءة او صعوبة في القراءة ولا snorkeling اللي هو الغطسة ولا facilities اللي هي الايه المرافق او التسهيلات المرافق او التسهيلات ولا charity اللي هي الجمعية او المؤسسة الخيرية صعب بالنسبة له انه هو ريد يقرأ او سبيل او يتهجأ يبقى عنده ديسليكسيا يعني عصر او صعوبة في القراءة رقم 6 summer travel to the USA summer سافلة الولايات المتحدة to receive عشان تستلم an award تستلم جائزة كلمة award the word award كلمة award اللي هي جائزة او مكافأة الكلمة دي here هنا من زي تعني معنى ايه ايه الكلمة اللي بتساويها في المعنى عندي هنا كلمة الربح او الايه الربح او الفايدة ولا prize الجائزة ولا سوفنير يعني هدية تذكارية ولا لسلية الخسارة يبقى عندي هنا كلمة award اللي هي جائزة بتساوي في المعنى كلمة prize برضو يعني جائزة بعد كده رقم 7 the note controls all parts of our body يترى ايه هو the controls يعني يتحكم يتحكم all parts of our body في جميع اجزاء جسمنا ايه اللي بيتحكم في جميع اجزاء جسمنا stomach اللي هي المعدة ولا brain المخ ولا بلاد الدم ولا heart القلب طبعا اللي بيتحكم في جميع اجزاء جسمنا وهو ايه وهو brain المخ رقم 8 هي افضل لعبة ايه physics physics ولا charts اللي هي الجمعيات او المؤسسات الخيرية ولا gymnastics اللي هي الجنباز افضل لعبة جنباز ولا chemistry اللي هي كيمياء طبعا هي افضل لعبة جنباز is a top gymnastics player افضل لعبة جنباز رقم 9 بيقول هنا is an exciting water sport رياضة مائية مسيرة wind surfing اللي هي ركوب الامواج ولا basketball اللي هي كرة الايه كرة السلة ولا skateboarding اللي هو ايه اللي هو التزلك بس على الالواح التزلك على الالواح ولا تنس ولا رياضة التنس هو قال له رياضة مائية يبقى water sport رياضة مائية وهي wind surfing اللي هي ركوب الامواج رقم 10 رقم 10 dream park dream park is one of the biggest nought parks in the arab world يا ترى dream park دي بتكون واحدة من اضخم ايه عايزي يقوله من اضخم الملاهي في العالم العربي واحدة من اضخم الملاهي في العالم العربي يعني حيوان يعني حيوان theme park على بعضها كده theme park اللي هي الملاهي ولا comic يعني كوميدي ولا dangerous يعني خطير طبعا هي واحدة من اكبر الملاهي of the biggest park هي واحدة من افضل ايه البارك اس افضل الملاهي in the arab world يعني في العالم العربي بعد كده عندنا صفحة 226 والسقل رقم 11 بيقولتو nought is to succeed in doing something good ان انت بتنجح في فعل شيء جيد or that you want to do او اللي انت عايز تعمله ان انت تنجح وتكون باداء شيء جيد ده معناها يعني يحقك او يعني يصنع او يعد او يجهز يعني يكتشف والله فاين يعني يجد طبعا ده معنا كلمة يحقك ان انت تنجح في doing something good تنجح في القيام بشيء جيد بعد كده رقم 12 انوعة is the thing that tells you how you have done in an exam ايهي طرح الشيء اللي بيخبرك كيف اديت في الامتحان بتاعك بتعرف انت ادائك في الامتحان كان مستوك ايه في الامتحان عن طريق ايه ديزارت اللي هي الصحراء ولا ريزولت ولا عن طريق النتيجة والدرجة اللي انت بتحصل عليها ولا بلوج اللي هي المدونة الالكترونية ولا فوج اللي هو الضباب طبعا عن طريق النتيجة عن طريق النتيجة بشوف انا عملت ايه في الامتحان يبقى result النتيجة ده بتكون the thing الشي that tells you اللي بيخبرك how you have done in an exam كيف قدت في الامتحان رقم 13 the dinosaur was a huge animal الديناصور ده بيكون حيوان هيوجي ضخم the antinim of huge الانتنم وهو المضاد وعايز هنا المضاد من كلمة هيوجي يعني ضخم المضاد منها ايه عكسها ايه النورمس برضو يعني ضخم نفس المعنى بدي يعني سيء tiny يعني صغير الحجم او ضئيل easy يعني سهل طبعا ما يكون حاجة ضخمة عكسها حاجة tiny ضئيلة الحجم او صغيرة الحجم رقم 14 educate يعني يصقف او يعلم بكلها نفس المعنى بكلها نفس المعنى ايه اللي بيساوها في المعنى يعني برضو يعلم learn ya تعلم give يعني يعطي او يمنح او يقدم discuss يعني يناقش طبعا اللي بيساويها في المعنى كلمة educate يصقف وهي teach a يعلم بعد كده رقم 15 the suffix اللي هي الحروف اللي بيجيلي في نهاية الكلمة بتحول الفعل swim اللي هو بمعنى يسبح الفعل ده بتحولهول الى اسم بتخليه اسم ايه دي والا اي انجي والا اي انجي والا اي انجي والا اي انجي طبعا الا اي انجي عشان تبقى swimming اللي هي السباحة كده انا حولتها من الفعل يسبح الى السباحة بعد كده رقم 16 بيقوله هنا اين they live in a huge house هما بيعشوا بالضخم the word huge means very كلمة huge يعنى ضخم معناها ايه جدا short معناها قصير جدا ولا long ولا طويل جدا ولا بيزي ولا مشغول جدا ولا بيجي يعنى ضخم جدا ضخم او كبير الحجم ضخم او كبير الحجم طبعا معناها كبير الحجم جدا يبقى very big يعنى كبير ايه كبير الحجم بعد كده رقم 17 my uncle lives in a nirbita وانا عمي بيعش في ايه مدينة مجاورة the word nirbite معنى مجاور او قريب here means معناها ايه يبقى nirbite معناها مجاور او قريب انا عايزة بقى كلمة بتسويها في المعنى remote يعنى بعيد for away يعنى بعيد and distance يعنى بعيد ثلاثة دول عكسها لكن اللي بتسويها close to يعنى قريب يبقى nirbite بتسوي قريب لاثنين نفس المعنى nirbite و close to لاثنين بمعنى قريب او مجاور رقم 18 the word difficult كلمة difficult يعنى صعب and hard لاثنين بمعنى صعب لهم نفس الايه نفس المعنى لاثنين بمعنى صعبة يبقى عايزين نشوف الكلمات دي بتكون ايه antonym يعنى مضادات يعنى كل كلمة عكس التانية ولا different يعنى مختلفين كل كلمة غير التانية خالص ولا ناونز ولا دول اسماء ولا سرين نامز ولا مراضي فاط طبعا دول مراضي فاط كل كلمة بتسوي تانية في المعنى difficult صعب وهارد صعب الاثنين بيتسوي مع بعض في المعنى يبقى سرين نامز مراضي فاط رقم تسعتاشر مايسكول اسفار نقط مايهوز مدرسة بتكون بعيدة عن بيتي اسمها فار باي ولا فروم ولا اوف ولا تو اسمها فار فروم يعنى بتكون بعيدة عن بيتي رقم عشرين ايمن لرنت نقطة تو ميك هزبت ألون ايمن تعلم كيف أن ميك هزبت ان هو يرتب السرير بتاعه ألون لوحده يبقى لرنت بعدها ايه هاو تو المصدر وط ما او ماذا وين متى او عندما هاو يعني كيف ويعني لماذا طبعا تعلم كيف يرتب سره بنفسه يبقى لرنت يبقى لرنت هاو تو المصدر يبقى لرنت هاو تو ميك يتعلم كيف أن جايب للصفحة اللي بعد كده صفحة 227 احتبار قصير كده على التحدث كن بانهاء الحوار التالي اول صدر ده بيكون مهم جدا بيعرفنا الحوار بيدور ما بين مين ومين وايه موضوع الحوار بيقول لي سامي سامي بيسأل علي عن أشياء هو حققها أو أنجزها يبقى الحوار بيدور ما بين سامي وعلي بقرأ المحادسة على بعضها بالكامل اللي وفهمها وترجمها وانا بحل لازم براعي زمن المحادسة سامي بيقول ايه الأشياء المهمة اللي انت حققتها انضيف في حياتك علي هنا بيسأله علي بيرد عليه فسامي بيقول له متى تعلمت ذلك فهنا سامي رد علي رد عليه فسامي بيسأله علي قال له بابايا هو اللي علمنا كده ممكن مسلا يكون يتعلم ايه ممكن مسلا يقول له انا اتعلمت استخدام الكمبيوتر يبقى هيقول what important things ايه الأشياء المهمة have you achieved in life اللي انت حققتها في حياتك هيقول مثلا استخدام الكمبيوتر يبقى using the computer استخدام الكمبيوتر using the computer استخدام الكمبيوتر سامي بيقول when did you learn that متى تعلمت ذلك ممكن مسلا يقول له هنا ايه منذ عامين يبقى two years ago two years ago منذ عامين السامي بيسأله علي قاله ما يفضل tot me that يبقى من اللي علمك يبقى who taught you that من علمك ذلك هو من للعاكل taught you that من علمك ذلك who taught you that من علمك ذلك سامي بيقول له wow that's great هزراع would you please teach me ممكن من فضلك تعلمني طبعا اكيد هيوافق لاني هنا سامي بيسأله سؤال عادي قال له let's start tomorrow هيا بنا نبدأ ايه هيا بنا نبدأ غدا يبقى هو هو وفي يبقى هيقول له of course of course بالطبع ممكن ان انا اعلمك فهنا سامي طبعا هيقول له ايه متى سوف نبدأ متى يعني when بعد كده هنا فعل مساعد هيبقى well لاني بتكلم في المستقبل وبعد كده الفعل you وبعد كده الفعل في المصدر start when will you start متى سوف تبدأ فهنا قال له احنا هنبدأ تمره هنبدأ ايه هنبدأ غدا ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الواحدة الرابعة من كتاب المعاصر بداية من صفحة 229 جايب لي هنا generalics size study بات عامة على الدرسين اول سؤال بيقول لي finish اذا follow on ديالوكم بانهاء الحوار التالي اول ساطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وايه موضوع الحوار في البداية لازم بقرن محادسة على بعضها بالكامل وانا بحل لازم براعي زمن المحادسة بيقوله Lucy is speaking to Nora Lucy بتتحدث الى Nora about her visit to Luxor عن زيارتها الى الاكسور Lucy بتقول لها where did you go last holiday اي انا ذهبت الاجازة الماضية طبعا نورا هتقول لها ايه انا ذهبت الاكسور عرفنا منين من اول سطر عشان كده بنقول اول سطر ده بيكون مهم جدا هتقول لها ايه يو هتحول الى i وعندي هنا السؤال في الماضي هتجاوب برضو في الماضي يبقى هنا جو هتبقى went i went to انا ذهبت الى الاكسور الى الاكسور عرفنا منين من اول سطر نقر اول سطر كويس جدا Lucy بتسألها نورا اعت لها it's located in the south of upper Egypt يعني located موقعها بيكون south في جنوب upper Egypt في جنوب صعيد مصر موقعها موقع الاكسور دي في الجنوب في صعيد مصر في جنوب صعيد مصر يبقى اين موقعها او اين تقع يبقى where يعني اين بدل it is هتبقى is it is it located where is it located where is it located where is it located اين نطقة Lucy بتقول why did you go there ليه انت رايح هناك فهنا نورا اتلاقي حاجة فلسو بتقولها holiday لقضاء اجازة يبقى معنى كده ان نورا ايه اما بلاقي حد بيتكلم وبعد كده exclamation كده علامة تعجم معنى كده ان الشخص ده ردد كلام اللي قابله يبقى نورا قالت انا ذهبت هناك لقضاء اجازة يبقى for a holiday لقضاء اجازة لقضاء اجازة for a والي داي لقضاء اجازة فبتقول لها اجازة وبتسألها سؤال نورا اتلاقي I visit the temple of Carnac انا زرت معبض الكارنك I'm the valley of the king وزرت وادي الملوك يبقى ماذا زرت هناك ما او ماذا يعني what وعندي هنا visitate في الماضي يبقى الفان المسهد عنده في السؤال هيبقى did وعندي هنا I في الايجابة تطلع لي كده فوق في السؤال بيتيبقى yo وبعد كده الفعل في المصدر وهو visit واكمل what did you visit there ماذا زرت هناك ماذا زرت هناك اتلاقي انا زرت معبض الكارنك وزرت وادي الملوك لسه بتقول لها استمتعك بزيارتك هتقول لها طبعا yes نعم نعم نعمل كده كومة ويتحول الى i و did هتبقى زي ما هي يبقى yes i did بعد كده سؤال read and complete the text اقرأ وكمل النص بيجيب لي 6 كلمات باختر منهم بس 4 كلمات في الفراغات اللي عندي painted يعني دهنا او لو انا paint يعني يدهن او يطلي او يلون كده المدارة وكده الماضي understand understand يعني يفهم easy يعني سهل difficult يعني صعب life يعني حياة تعالوا شوف كده هنختار كلمات ايه i was born in Cairo انا ولدت في القاهرة and i have lived there وعشت هناك all my nought طول حياتي يبقى all my life عشت هناك all my life طول حياتي when i was little لما كنت صغير في السن i always loved to draw an nought حبيت ان انا ارسم ايه ولون يبقى عندي قبلها مصدر يبقى بعدها بردو مصدر يبقى هاختار هنا paint يبقى بعد زي اللي قبلها اللي قبلها هنا في المصدر يبقى بعدها في المصدر عشان كده ما يفعش اختار paint اختارت paint في المصدر but لكن i found reading انا وجدت الكراء and writing والكتابة very nought بتكون ايه بالنسبة لي بتكون difficult بتكون بالنسبة لي صعبة بتكون difficult صعبة بالنسبة لي at school في المدرسة i didn't always انا ابدا لم نقض the lessons and it was really hard وكانت صعبة جدا بالنسبة لي يبقى انا في المدرسة ابدا ما كنتش بفهم الدروس يبقى i didn't always understand the lessons ابدا ما كنتش بفهم الدروس يبقى and it was really hard وكانت صعبة بالنسبة لي i thought اعتقدت i wasn't very clever ان انا ما كنتش زكي بعد كده اسئلة الاختيارات والسؤال رقم واحد نقط is a learning disability يعني عدم الكدرة على الايه عدم الكدرة على التعلم which effects الذي يؤثر reading على الكراءة and writing والكتابة عدم الكدرة على التعلم وعدم الكدرة ده بيؤثر على الكراءة والكتابة اسمه drawing يعني الرسم ولا الديسليكسيا ولا عسرة الكراءة ولا فيفار يعني حم ولا sign language ولا لغة الاشارة طبعا اما يكون عندي صعوبة كده في الكراءة والكتابة وعدم كدرة على التعلم يبقى ده اسمها ده بيسليكسيا عسرة الكراءة او صعوبة التعلم رقم اتنين نقط is the file number يعني final number يعني الرقم النهائي that people or teams get اللي الناس والفرق اللي بتلعب يعني بتحصل عليه at the end of في نهاية an exam في نهاية الامتحان or sports match او في نهاية المباراة الرياضية لما يكون في شخص بيمتحن ايه الدرجة النهية اللي بيحصل عليها ولما يكون في فريق بيلعب النتيجة النهائية اللي بيحصل عليها ده اسمها يبقى result دي النتيجة ولا goal الهدف ولا هو يعني يأمل او يتمني ولا award يعني جائزة طبعا ده تعريف ال result النتيجة ده بيكون هو the final number الرقم النهائي للاشخاص او للفرق سواء في الامتحانات او في المباراة الرياضية رقم ثلاثة مقابل فلوس كتيرة ولا ماتش مني كسير من المال ولا صام مني ولا بعض المال طبعا يعني بلا مقابل مادي بتعمل بلا مقابل مادي بلا مقابل مادي رقم خمسة عشان نجيب بقى الاسم من الفعل اللي هو بمعنى يسبح عشان بقى اجيب منه الاسم اذا صفك سبح احنا بنضيف اللحكة انا هاجي على الفعل بتاعي في الاخر هنا وهضيف له اللحكة ايه عشان اجيب منه الاسم طبعا هضيف له اللحكة الانج عشان يبقى swimming اللي هي السباحة كده انا جبت الاسم من الفعل اللي عندي رقم ستة بيقولي هنا اين price يعني جايزة بكلها نفس المعنى الكلمة ايه price يعني جايزة انا عايزة بقى كلمة بتساويها في المعنى ايه اللي بيساويها result يعني نتيجة subject يعني موضوع او مادة دراسية award يعني جايزة او مكافأة when serving اللي هو ركوب الامواج يبقى عندي هنا اما يكون عايز كلمة بتساوي price جايزة وهي award برضو بمعنى جايزة ولي هنا write 110 words on اكتب 110 كلمة عن review on a bad experience يعني الخبرة ايه سيئة او تجربة حياتية سيئة انت مريت بيها وده ان شاء الله هتلاقوه موجود على القناة جايزة بعد كده اسئلة منجمعة من المحافظات السابقة امتحانات جا فيها الاسئلة دي وتكررت فيها هذه الاسئلة صفحة 233 والاسئلة يعني بطيء طبعا عندي هنا كلمة awake مستيكز العكس منها وعيز الانتنم العكس منها ايه وهي كلمة asleep يعني نائم رقم 2 المكان بيعتنى او بيعتنى فيه بالاطفال ده المكان للاعتنى بأورفن الاطفال الايتام ده اسمه ايه جاردن الحديقة الحديقة الخاصة ولا المحطة ولا يعني دار الايتام ولا اكواريوم يعني معرض الاحياء المائية طبعا ده اللي هو ايه ده اللي هو دار ايتام and orphanage دار ايتام رقم 3 to form and the adjective from the verb care عشان احنا نحصل على ال adjective نجيب الصفة من الفعل care يعني يعتني او يهتم وياد بنضيف ذا صافك ساللاحقة انا بقى هضيف اللاحقة يعني كلمة care كده فينا هضف لها ايه ف يو ال و يو اس اي ال اي ار طبعا هضف لها الف يو ال عشان تبقى careful careful يعني حذر رقم 4 يقولي هنا مروة هاز هيرينج بروبلمز مروة عندها مشاكل في السمع شي كانت هيرول ما بتقدرش تسمع كويس يبقى شيئ از هي بتكون دف لا هي بتكون قصم ولا لازي ولا شخص كسول ولا بلايند يعني شخص اعمى ولا ديسلكس يعني عندها عصر او صعوبة في القراعة طبعا بتكون شخص قصم رقم 5 ذورت كلمة هي العكس من كلمة وين يعني يفوز عكس كلمة يفوز ايه يعني يحقك او يعني يحمي ولا يعني يخسر ولا ينضم او يضحك بي طيب انا عندي هنا كلمة يعني يفوز عايز عكسها ايه عكس يفوز يخسر يبقى يخسر رقم 6 ذا صفك سلاحيك بتحول الفعل هير اللي هو يسمع بتحول انتو انون بتخليه اسم يبقى هضيف ايه هضيف الفعل بتاع هير في النهاية كده عشان حوله الاسم يبقى السمع يبقى يبقى هير بمعنى السمع يبقى حولت الفعل الى الانون الى اسم رقم 7 ذا سنم اللي هو المراضف او المعنى من كلمة صاخب او مزعج يبقى ايه بقى اللي بيسويها في المعنى بورينج يعني مملة ولا لود يعني عالي الصوت ولا يعني صعبة ولا يعني بطيء طبعا عند كلمة صاخب او الصوت اللي هي لود برضو صاخب او مزعج او عالي الصوت رقم 8 ذا صفك سلاحيك التي يتم اضافتها للفعل يعني يحقق او ينجز انا وانا عشان بقى نكون منها الاسم احط لها حروف ايه في الاخر عشان اخليها ايه اخليها انجاز يبقى اي او ان ام اي ان تي اي او ان ان اي اس اس طبعا الام اي ان تي تبقى يعني انجاز بدل ينجز او يحقق هتبقى انجاز يبقى من الفعل اللي عندي حولته الى ايه الى نون الى اسم نفس الصفحة كده بس الجزء التاني منها وبكمل لأسئلة الاختيارات صفحة برضو متين من تلاتين نفس الصفحة بس الجزء التاني منها بيقول هنا اف يو هاف نقط لو انت عندك ايه بيكون يعني صعبة بالنسبة لك بالنسبة يعني لمخك ان هو يقرأ او ان هو يتهج صعب بالنسبة لمخك والعقلك ان هو يقرأ ويتهج لو انت عندك هدك لو انت عندك صداء ولا قلد ولا عندك برد او نزل برد ولا ديسلكسيا ولا بيكون عندك عصر او صعوبة في الكراءة ولا فلو طبعا لو انت عندك ايه لو انت عندك ديسلكسيا عصر في الكراءة بيكون صعب عليك ان انت ريت تقرأ ان سبل او تتهج رقم عشر ريتش يعني ريتش الاتنين بمعنى يصل نفس المعنى بتسويها في المعنى وعندي كمان يعني مثلة يعني هام عايز بقى كلمة بتسوي هام بتسويها في المعنى يعني غير هام ده كده الابزت منها العكس يعني ضروري او هام يعني هادئ او مسالم يعني تاريخي او مرتبط بالتاريخ او دراسة التاريخ طبعا بتسوي في المعنى كلمة يعني ضروري بعد كده بقى جايب لي هنا تصحيح الغطة وسؤال رقم واحد عايز يقول لي هنا انا لمدة ثلاث ساعة طبعا جايب لي هنا مدة وقوع الحدث المدة كاملة اذا انا بستخدم لكن بيجي لي بعدها ايه بيجي لي بعدها بداية حدث رقم اتنين هاف يو افر نقطة الاكسور طبعا السؤال هل سبق لك وروحة الاكسور طبعا هنا عندي افر بتجيلي في السؤال هاف و ايه والفعل و افر عايزة بعد كده التصريف التالت التصريف التالت من بي وهو بن او بين النقط انصح رقم ثلاثة للسير العام الماضي اي نقطة اجود سويمر ايز يقول العام الماضي انا لم اكن سباح ماهل للسير العام الماضي من كلمات الدالة على زمن الماضي البسيط وفي زمن الماضي البسيط اي بتاخد معه واز وعايزينها من فيها تبقى وازنت وازنت يعني لم اكن انا لم اكن سباح ماهر بعد كده عندي رقم ارباع ايه هاف انت ميت ذيم لس سبتمبر عايز اقول انا ما قابلتهمش من سبتمبر الماضي لس سبتمبر او سبتمبر الماضي ده بداية حدث طالما هو جايب لي هنا بداية حدث اذا انا باستخدم ايه باستخدم رقم خمسة بيقول لي ماروة نقط لابتوب يعني ماروة عايز اقول كان عندها لابتوب منذ ان كان عمرها عشر سنوات ابص على احط عيني عليها الا ايجاي اللي بعدها قادم ماضي بسيط يبقى انا عايزة قابلها ايه عايزة قابلها على طول عرفت كده زمن مضارع تام في زمن المضارع التام وروة مفرد هتاخد هف ولا هاز هتاخد ايه هتاخد هاز وبعد كده التصريف الثالث من هف معنى هنا هف معنى يملك او يمتلك او لديها او عنده يبقى هاز هاد والتصريف الثالث هاد هاز هاد يعني كان عندها لأكتب منذ كان عمرها عشر سنوات رقم ستة احمد نقط اصوان فور اير هي از ستيل ذير احمد سافل لأصوان لمدة عام هو ما زال هناك طرح ما قال ستيل يعني ما زال ما زال هناك يبقى احمد ايه بياخد هاز برضو بس مع هاز بناخد جن يبقى عندي هاز جن ذهب ولم يعد بعد لست هناك لكن هاز بين اللي هو كاتب هالي دي ذهب وعاد رح ورجع عشان كده هو ما زال هناك فاحنا استخدمنا هاز جن رقم سبع ايهاب نيفر نقط ان ايرو بلين عايزي يقول انا ابدا لم اسافر بالاي بالطائرة ابدا لم اسافر بالطائرة بعدها انا عايزة تصريف الاي التالت تصريف التالت من طبعا فلاي فلو فلون يبقى فلون رقم تمانية بيقول هنا اتناشر من الاشخاص نقط ركوب الجمل طيب اتناشر من الاشخاص جامع مايفرش تاخد هاز هتاخد طبعا ايه هاف رقم تسعة نادا نقط ايزي اقول نادا لم تزور الاهرامات يعني بعد او حتى الان بتجيل مع المضارع التام بس المضارع التام المنفي تمام نادا مفرد هتاخد ايه هتاخد هاز ومع هاز هنفيه عشان لازم مضارع تام في معاية يبقى هازن وبعد كده التصريف التالت من وهو يبقى هازن رقم عشرة نقط امريكا وصل لامريكا في سنة الف وتسعمائة اتنين واربعين طالما طالما جايب لي هنا زائد سنة ماضية ان زائد سنة ماضية ازن الزمن بتاعي ماضي بسيط ومع اي فعل انا بجيب التصريف التاني للفعل التصريف التاني من الرايف وهو الرايف يعني وصل ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اختبار على الوحدة الرابعة من كتاب المعصر بداية من صفحة 234 اول سؤال معايا بيقول لي فانش اذا فالون دا يلو كن بينهاء الحوار التالي اول سطر دا بيكون مهم جدا يعرفنا الحوار بيدور ما بين مين ومين وكمان ايه موضوع الحوار في البداية لازم بقرأ المحادسة على بعضها بالكامل وانا بحلي لازم براعي زمن المحادسة بيقول لي ادهم يتحدث الى سائح اتهاطل في الفندق الاتنين متكلوم مع بعض في الفندق ادهم بيقول يبقى ادهم بيسأل السائح وبيقوله هو انت بتزور مصر لي عمل او لقضاء اجازة يعني جاي في شغل ولا في اجازة السائح قال له حاجة فادهم بيسأله السائح قال له انا قتيت من لندن فادهم بيسأله السائح قال له بيكبين ساعة بيكبين وكمان قصر الملكة بتكون اشهر الاماكن في لندن ادهم بيقوله الاهتمامات اللي انت بتحبها اكتر في مصر فانا السائح قال له حاجة فادهم بيقوله اتمنى ان انت تستمتع بالجولة بتاعتك في بلدنا معنى كده ان احنا فهمنا ان السائح جاي للقضاء اجازة هيقوله هنا ايه طبعا لما يسهر يقوله هل بتزور مصر في عمل لقضاء اجازة طبعا هيقوله هنا ايه لقضاء اجازة هنا هدهم بيسأل السائح قال له ايه من لندن انا اتيت من ايه من لندن يبقى يعني اين ايه بعد كده بعد كده في المصدر يبقى في المستدى عندي في السؤال هيبقى دو وعيف الاجابة بتطلع كده فوق في السؤال بتبقى يو وبعد كده الفعل في المصدر من اين اتيت قال له اتيت من لندن فهين ادهم من يسأل السائح قال له وكمان اصر الملكة ايه ايه يسأل ما يقوله ايه اكتر الاماكن شهرة في لندن يبقى وط ما او ماذا بعد كده كامل أر اتا مست فیمس بلسيس ان لندن أر 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 مست فیمس بلسيس ان لندن يبقى what are the most famous places in London ايه هي اكتر الاماكن شهرة في لندن فهنا قال له ساعد بيكبين واصري المالكة دول اكتر الاماكن شهرة في لندن ادهم بيقول له what interested اللي هي الاهتمامات اللي انت بتحبها اكتر حاجة بتحبها في مصر ممكن مثلا يقول له انا بحب زيارة الاماكن التاريخية I like visiting انا بحب زيارة I like visiting انا بحب زيارة historic places بحب زيارة historic places الاماكن التاريخية فهنا عدهم بيقول I hope you will enjoy اتمنى انت تستمتع في الرحلة بتاعتك in our country في البلد بتاعتنا استمنى انت تستمتع بيورتور بجولتك في بلدنا طبعا هيقول له thank you شكرا لك بعد كده سأريد ان complete the tickets اقرأ واكمل المص بيكون جايب لي بقى ستة كلمات بقرأ الكلمات ديت وترجمها وابدأ ان انا اخد منها فقط اربع كلمات اكمل بهم النقاط اللي عندي بيكون جايب لي بس اربع نقاط discovered يعني اكتشفا speaking التحدث traffic المرور او حركة المرور results اللي هي النتائج discovering اللي هو الاكتشاف dyslexia يعني عصر او صعوبة في الايه عصر او صعوبة في الكراءة ده الكلمات اللي عندي هابدو اختر بس منهم ايه اربع كلمات adam was born in cairo ولدى في القاهرة he started walking a noot at an early age هو بدأ المشي وايه كمان في وقت مبكر المشي وكمان speaking التحدث في وقت مبكر speaking بدأ المشي والتحدث في وقت مبكر او في عمره مبكر he has loved drawing since he was a child هو حب الرسمة منذ ان كان طفله صغير he was happy هو كان سعيد when he started primaries كلما بدأ المدرسة الابتدائية هوفره مع ذلك his parents والديه نقط that he didn't like reading and writing بابا اكتشفوا انهم بيحبش الكراءة او الايه او الكتابة ان بقى اكتشفوا يعني ايه يعني discovered اكتشفوا they new هم عارفوا هي هاد نقطة وان هو كان عنده ايه عنده ديسليكسيا يعني عصر في الايه في الكراءة اكتشفوا ان هو كان عنده عصر في الايه في الكراءة هي good هل هو حصل على المساعدة at school في المدرسة ان هو يحقق good good result كمان نتائج ايجابية او نتائج جيدة result نتائج ايه نتائج ايجابية results يعني نتائج بعد كده عندنا القطعة بتاعتنا نقرأها كده ونجاوب على اسئلتها بيقول read the following اقرأ التالي then answer ثم اجيب the questions على الاسئلة بيقولي هنا نوها and her mother نوها وممتها were flying to parazil يعني كانوا مسافرين جاوب كده للبرازيل suddenly وفاجأة there was a storm كان يوجد عاصفة and it become foggy والجو اصبح ضبابي the plane crashed الطائرة تحطمت نوها woke up to find herself in the middle of a thick jungle نوها استيقظت كده لتجد نفسها فيه ادغال كسيفة she wasn't badly hurt ما كانتش مصابة بشدة او بشكل صعب but there were parts of the plane around her لكن كان فيه اجزاء كده ومن الحطان بطاعة الطائرامة وبد حواليها she discovered that she was alone اكتشفت ان هي كانت لوحدها in the jungle يعني ايه in the jungle يعني في الادغال هي كانت لوحدها she called out هي بدأت تنادي her mother على ممتها but she couldn't see or hear anyone لكن ما قادرتش تشوف او تسمع اي شخص she didn't see animals ما قادرتش تشوف كمان اي حيوانات or birds او اي طيور but she heard them لكن هي heard them يعني سمعتهم بدأت تسمع اصوات للحيوانات والتول لكن ما شفتهمش she shouted هي صاحب كده وصرخت بصوتها عالي and shouted for help طلبت المساعدة help help تطلب المساعدة من الناس she was scared وهي كانت خايفة she thought اعتقدت that she would die ان هي ايه ان هي هتموت الصفحة اللي بعد كان صفحة 235 وبيتكمل هنا بيقوله نوها remember نوها تذكرت بعض النصائح her father had given her بابا هدها لها many years before من قبل سنوات he had said هو كان قال لها ايه بقى if you are lost in a jungle لو انت تهدي فيه الادغال you should find a river يجب ان تجدي مهر ان فلقت وتتبع هزا النهر نوها قادت ليلة فظيعة او مريعة it was like a bad dream ده كانت زي حلم سيء the next day في اليوم التالي she started to walk to find a river بدأت تمشي كده عشان تجيت نهر after walking for seven days بعد المشي لمدة سبع ايام she came to a small town هي بدأت كده تأتي او توصل لإيه وصلت لي مدينة صغيرة where people looked after her حيث الناس بدأوا ان هما يعتنوا بيها اول سؤال نوها stayed in the jungle for not a days انها مكست في الأدغال او الغابة الكاسيفة كده لمدة كام يوم طبعا هي باتت ليلة ومشت سبع تيام يبقى قضت هناك كام يوم ثمن تيام رقم يعني النص بتاعنا ده افضل عنوان لنص بتاعنا افضل عنوان ايه لنص طبعا وهو يعني حلمة سيء ولا اصاني يعني ده بيكلمنا عن يوم مشمس ولا لست ان ذا جانجل ولا تائه في الأدغال ولا اترابو النايت ولا ليلة فضيعة وليلة ايه فضيعة او مريعة طبعا بيكلمنا عن لست ان ذا جانجل تائه في الأدغال بعد كده رقم 4 اذا ورد فوجي كلمة ضبابي انذا بسش في الفكرة منزل تعني كلمة ضبابي يعني فيها ضباب كتير الجو مليان ضباب بتقني ايه صاني يعني معنى كده ان الجو كان مشمس ولا كلاودي يعني غائم ملبت بالغيوم ولا يعني ممطر ولا يعني جليدي طبعا معنى كده ان الجو كانوادي كان غائم وملبت بالغيوم بعد كده السؤال بيقول في جملتين لخص ماذا حدثته وكمان الركاب بتوح ايه اللي حصل للطيرة والركاب اللي فيها هنقول بقى حاجة عن الطيرة وحاجة عن الركاب هنقول عن الطيار الطائرة تحطبت بسبب العاصفة يبقى الطائرة دي تحطمت بيكوز يعني بسبب العاصفة كده جملة عايزين كمان جملة نقول مسلا هنا ايه انقول كمان الركاب ذا بسنجرز الركاب جت لست يعني تاهو او فقدو ذا بسنجرز ذا بسنجرز الركاب جت لست يعني تاهو او ايه او فقدو رقم حمسة why do you think noha's mother didn't reply when noha called out يعني تعتقد يعني مامي نوها ليه ما ردتش عليها reply عن الرط ليه ما ردتش عليها لما noha called out ندت عليها طبعا اعتقد ان هي كانت ميتة i think اعتقد اعتقد she was dead ان هي كانت ميتة she was dead ان هي كانت ميتة بعد كده رقم ستة what will you do if you find yourself alone in a jungle ايه اللي هتعمله لو تلاقي نفسك لوحدك كده في الادغاث نفس اللي عملت انها بالضبط سوف اتبع نهر i will follow a river i will follow a river انا سوف اتبع ايه اتبع نهر بعد كده بلتشوز اختر ذا كنت تنصر اجابة الصحيحة رقم واحد ذا السننم السنم اللي هو المراضف عايزين المراضف من كلمة discover يعني يكتشف ايه بقى الكلمة اللي بتسويها فيه المعنى travel يعني يسافر cover يعني يغطي find out يعني يكتشف make يعني يصنع او يعد او يجهز يبقى عندي discover يكتشف بتساوي في المعنى كلمة find out نفس المعنى رقم اتنين نقط people can use sign language الناس من اللي هما بيستخدموا لغة الاشارة مين اللي بيستخدم لغة الاشارة blind اللي هو الاعماء ولا def اللي هو القصم اللي لا يستطيع ان يسمع young اللي هو صغير السن ولا healthy يعني الصحي او اللي بصحة جيدة طبعا اللي هو deaf people اللي هما جماعة الصم او القصم رقم ثلاثة النقط is a long narrow but car narrow ضيق و long طويل اما يكون عندي كارب ضيق وطويل for one or two people لشخص والشخصين ده تعريف رافت اللي هو الايه الطوافة او العوامة او الكارب الصغير ولا كرافت اللي هي الحرفة او الصنعة ولا كانو الزورك ولا الشيب اللي هي السفينة طبعا طالما لشخص او لشخصين وطويل وداية ده اللي هو زورك القنو القنو الزورك رقم اربعة the parents new الوالدين عارفوا that the children were not ان الاطفال كانوا ايه because they heard them talking لان هما سمعهم وهم بتكلموا يبقى الاطفال كانوا ايه او ايه كانوا مستيقظين عشان كده كنا سمعش صوتهم بيتكلموا يعني كانوا نائمين ولا او ايه يعني ضعيف والاوسم يعني رائع طبعا عارفوا ان الاطفال كانوا مستيقظين where awaken مستيقظين because they heard لان هما سمعوهم سموا الاطفال talking وهم يتحدثون بعد كده جايب لي هنا صفحة 236 والسؤال رقم خمسة the suffix اللي هي اللاحقة gives the nationality بتجيب لي اللي هي الجنسية بتجيب لي الجنسية from the world Egypt من كلمة مصر ايه بقى اللاحقة اللي هتجيب لي الجنسية من كلمة Egypt Egypt هتحدث لها ايه هنا كده في الاخر عشان تبقى مصري مصري الجنسية يعني ian ing l y l e s طبعا Egyptian هتحدث لها ian عشان تبقى بمعنى مصري رقم 6 نقاط means difficulty in hearing and spelling يعني ايه يعني بيكون في كده صعوبة في الكراءة وكمان التهجي صعوبة في الكراءة والتهج spelling التهجي ah blindness اللي هو العم ولا dyslexia يعني عصر او صعوبة في الكراءة hard hearing يعني صعوبة في السمع ولا rubbery اللي هي الصرقة طبعا يقصد هنا ايه difficult صعوبة in hearing او in reading and spelling صعوبة في الكراءة وفي التهجي وهو ايه dyslexia عصر في الكراءة او التحدث او التهجي بعد كده complete the sentences كامل الجمل with the correct form بالشكل الصحيح with the word or words بالكلمة او الكلمات in brackets من الاقواص بتجيبلي هنا اول سؤال بيقول i have studied english three hours انا درست اللغة انجليزية وذكرتها لمدة ثلاث ساعة three hours ثلاث ساعة كده كده جايب لمدة وقوع الحدث كاملة ده كده مدة كاملة طبعا السنسة عايزة بعدها بداية حدث اللي بيجي اللي بيجي اللي بعدها مدة كاملة وهي four رقم اتنين have you not tried this food هل سبق لك وجربت الطعام اللي بيجي اللي في حالة السؤال بهال وهي ever بمعنى سبق او من قبل رقم ثلاثة مستر سابري كان في هذه المدرسة عايز يقول هنا منذ سنة 2020 طالما جايب لي هنا سنة سابقة او سنة ماضية اللي هي بداية حدث طالما جايب لي بداية حدث وهي بستخدم سنس بمعنى منذ سنة 2020 رقم اربعة ايهاف نفر نقط ان عليك عايز اقول انا ابدا لم اسبح او اعم في البحيرة يبقى عندي هنا انا عايزة التصريف التالت للفعل ده زمن ايه ده زمن مضارع تام عايزة التصريف تالت للفعل التصريف التالت من سوم 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 رقم خمسة كامل مدة اللي انت كنت فيها في رقم واحد في السؤال كلامة الاستفهام بعد كده الفعل المساعد بعد كده الفعل اللي عندي وبعد كده التصريف التالت للفعل وهو كامل المدة اللي انت قضيتها هناك اي ان السيورد بعد كده عايز نكتب قصة قصة قصيرة عن حدث سعيد حدث لك أو حدث بالنسبالك طبعا ده مججو في نهاية الكتاب وكمان ان شاء الله هتلاقو موجود على القناة جاي اللي بعد كده صفحة 237 وهنا في الصفحة دي اختبار لطلاب الازهر الشريف بيقول هنا صبلاي هاني يتحدث مع عن مسابقة الشطرنج هاني بيقول يعني اين زهبت يا تامر فتامر هيقول طبعا انا زهبت الى مصابقة للشطرنج يبقى اي هتبقى اي 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 انا زهبت الى مصابقة للشطرنج عشان كده اول صفحة ده بيكون مهم جدا يبقى اي هاف بن ان اتش كومبتيشن في مصابقة للشطرنج انا كنت في مصابقة للشطرنج فهاني بيسأله سؤال تامر قال له مع صديقي علي يبقى روحت هناك مع مين يبقى والسؤال في الماضي يبقى بعد كده الفعل بعد كده الفعل في المصدر مع من زهبت قال له انا زهبت مع صديقي علي احنا كنا في مصابقة للشطرنج فهاني بيسأله سؤال فانا تامر قال له من سوق الحظ او لسوق الحظ ده انا انا اطلعت او حصلت على المركز التاني يبقى هيقوله هالفست هالفست يبقى هالفست قال له اللي سوق الحظ حصلت على المركز التاني فهانا هيقوله انا هزيل ان انا اسفع ان انا اسمع ان انت طلعت التاني يعني او انا اسف ان انا اسمع ذلك لسمع ذلك بيقولي هنا تاني سؤال او اكمل النص جيب لي كلمات كده هوظفها داخل النقاط يعني خاص او اللي هو السمع يعني كان يعني كانوا للجمع صال ان هي اشارة او لافتة او توقيع على حسب بقى معناها في الجملة تعال كده نشوف انا كان عندي مشاكل في السمع يبقى انا عندي مشاكل في السمع طول حياتي وتعلمت لغة الاشارة نقاط ابي بي منذ ان كنت طفل رضيع اي بتاخد واز ولا وير طبعا بتاخد واز يبقى ابي بي منذ ان كنت طفل ربيع اول ما بدأت المدرسة اي وين اي نقاط انا روحت طبعا لمدرسة سبيشال لمدرسة خاصة تداسب ان انا عندي مشاكل في السمع للاطفال اللي هما الصم ناوي الان اي هاف بن ات لوكال سكول انا دلوقتي في مدرسة محلية لمدة ترات سنوات بعد كده بقى جايب لي هنا الجزء برضو خاص بالقراءة بس هنقرأ الفقرة ونجاوب على الاسئلة الخاصة بيها مغزب ناس بتحب السفر ناس بتسافر لاغراض والاسباب متعددة بعض ناس بتسافر في عمل اذرز والاخرون بسافر للدراسة او للعلاق يوجد العديد من وسائل المواصلات المختلفة ناوي الان تقدر تسافر بايكار بالسيارة باي ترين بالقطار تسافر عن طريق البحر او عن طريق الطائرة او بالطائرة كتير من الناس بيستمتع بالسفر باي ترين بالقطار اذا بيكون سريع تشوف ورخيص انسف وآمن بيكون شايق جدا ان انت تنظر من ان انت تنظر من الشباك بتاع القطر ايجبت ايجبت ان انت تسافر يعني شايق شايق جدا انت تسافر لدول وبلاد تانية كمان تقدر ان انت تشوف ثقافات مدهشة وكمان يكون او انت سوف تقضي او تمر بي خبرات وتجارب حياتية لطيفة ورائعة اول سؤال يعني ليه بقى الناس بتسافر الناس بتسافر طبعا اللي اسباب واغراض مختلفة الاسباب والاغراض مختلفة يبقى الناس بتسافر الاسباب والاغراض ايه مختلفة نفس الصفحة بس الجزء التاني منها بيقول هنا صفحة 237 اي نوع من الموسط انت بتحب ممكن تقول مسلا ايه انا بحبها سافر جوا عن طريق الجو او اي وسيلة تانية عادي يعني ممكن تختار اي وسيلة انت بتحبها رقم ثلاثة هل الصفر بالقطار غالي طبعا هنقول لا كده نعمل وبعد كده هتيجي منفية عشان الاجابة بلا او يبقى لا الصفر بالقطار مش غالي بعد كده اختار مع بعض بيقول لي هنا ايجي بتحس مصر يكون فيها اقدم خط سكة حديد في افريقيا اجداد واحدث اقدم ولا هيست اعلى واكثر ارتفاعا طبعا اقدم خط سكة حديد افريقيا اه المواصلات طبعا يوجد انواع مختلفة من وسائل المواصلات يبقى انواع مختلفة من وسائل المواصلات بعد كده عندي السؤال رقم واحد هل سبق ليك وزورة فرنسا طبعا ده سؤال بهل السؤال هنا بهل بستخدم فيه ايه جاست ولا نيفر ولا افر ولا ايه طبعا ده السؤال هستخدم فيه ايه افر يبقى في السؤال بهل السؤال بهل انا بستخدم ايه بستخدم افر معنى سبق او من قبل جاست توا او حالا نيفر ابدا يت بتجي لنا في نهاية الجملة المنفية في المضارع التام رقم اثنين عايز قول انا حالا اه اه انهيت الواجب المنزلي بتاعي عايز اقول حالا او توا ولا اجو منزو من كلمات الدالة على الماضي البسيط ولا فور لمدة بيجي بعدها مدة وكاملة مدة زمنية كاملة ولا لقيت بيجي لفي الجملة المنفية طبعا جاست انا توا او حالا انهيت رقم اربعة رامي رامي انجز نجاح رائع هو ادى وظيفة وظيفة مهمة الجوب الوظيفة بتاخد معها ماد ولا دو ولا اجنورد يعني تجاهلة ولا اجريد يعني وافقة طبعا بتاخد معها دو وعشان انا عندي بعد هاز عايزة تصريف تالت جاب هالي ضن في الاختيارات يبقى هي هاز ضن هو ادى ووظيفة او مهمة رقم اربعة الشرع بتاعنا مزعج جدا يسر دي بالامس طالما الشرع كان مزعج يبقى انا فضلت ايه اويك يعني مستيكس كده وصاحي طول الليل ولا اسليب ولا فضلت نايم طول الليل ولا قم ولا هادئ ومسالم ولا هابي يعني سعيد طبعا انا فضلت طول الليل اويك يعني مستيكس بعد كده هنصحح الخطأ وجايب لي هنا السؤال رقم واحد بابايا بدأ يعمل فازي الشركة طبعا عندي هنا سنة ماضية ماضية هنا انا عندي هنا ايه سنة ماضية او هنا كمان بداية حدث بداية حدث بداية حدث هناخد ايه هناخد سنس رقم اتنين هو لسه وصل الحالة متقدر ان انت تأتي وايه تأتي وطرار بعد هذا عايزة التصريف التالت بدل هتبقى رقم تلاتة لسه ويك الاسبوع الماضي انا ساعدت ان انا اخدت بعض من الاطفال زوي الهمم او المعاقين للحديقة العامة هنا لسه ويك الاسبوع الماضي دي من الكلمات دل على زمن الماضي البسيط وزمن الماضي البسيطين عايزة التصريف التاني للفعل التصريف التاني من هيلب وهو هيلبت بعد كده بيقولي هنا الهواية المفضلة بالنسبة لك الهواية المفضلة بالنسبة لك وده ان شاء الله هتلاقوا موجود على القناة بعد كده جيب لي صفحة 238 تدريبات تبقى للنموزج امتحان محافظة بور سعيد الاختياري وجايب لي هنا بيقوله اختار ذاك لك تنصر الاجابة الصحيحة اكمل الحوار التالي سامي بيسأل علي عن الاشياء هي هاتشيف دي اللي هو حققها وانجزها سامي بيقوله ايه الاشياء المهمة هاف يو اتشيف اللي حققتها في حياتك علي قاله حاجة طبعا هنا ممكن يقوله ايه طالما حاجة حققها في حياته ممكن يقول ايه هاف لرنت تو سويم دي الحاجة الوحيدة اللي هو مناسبة للاجابة لان هنا بيقول اتس ماي فيفورت سبورد ريات المفضلة ايام فاين انا بخير اتليف زيات ثريبي يغادر الساعة ثلاثة يبقى هنا مايقوله ايه الاشياء اللي انت حققتها يقوله ايه هاف لرنت تو سويم تعلمت ان انا اعوم هنا سامي يقوله متى تعلمت ذلك الوقت اللي محدد عندي هنا يقوله تعلمت ذلك امتا ممكن يقوله ايه لرنت ذات انا تعلمت ذلك طالما هنا جاب للوقت الوحيد او المعاد الوحيد في الاختيرات هنا جاب لأذا كلاب في النادي وانكيره في القاهرة جاب لشخص لكن هنا انا بسأل عن عن معاد امتا امتا تعلمت ان انت تسبح او تعوم قال له تعلمت ذلك الاسبوع الماضي فهنا سامي بيسأل سؤال عالي قال له يبقى مين اللي اعلمك يبقى هو من علمك ذلك من علمك ذلك فهنا سامي بيقوله من فضلك ممكن تعلم طبعا هيقوله هنا ايه نعم بالطبع نعم بالطبع عندي بعد كده نفس الصفحة بس الجزء التاني منها بيقوله هنا سامي بيسأل سؤال علي قال له هيا بنا نبدأ يوم الاحد القادم يبقى متى سوف نبدأ يبقى وين كان وين ستارت متى نستطيع ان نبدأ طبعا ما قال لي هنا يبقى متى ايه متى نستطيع ان نبدأ يبقى هنا هيقوله وين كان وي ستارت متى نستطيع ان ايه ان نبدأ بعد كده عندي سؤال تصحيح الخطأ هاز شي نقاط هل سبق لها وركبت حصان طالما ده سؤال في المضارع التام باستخدم مين قال له ياس شي هاز باستخدم جاست دوان او حالا ولا بالفعل ولا بمعنى سبق او من قبل ولا يعني بعد او حتى الان طبعا هي اللي انا باستخدمها في الايه في السؤال هل سبق ليها وركبت حصان رقم سبع نقط عايزو الاختي كانت جيدة في التنس منذ ان كان عمرها عشر سنوات عندي هنا الشي واس ده كده ماضي بسيط وعندي هنا ده كده مضارع تام يطر ايه اللي بيجي لقبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط وهي سنس بمعنى ايه بمعنى منزو اجو منزو وين متى جاستاوا او حالا رقم تمانية ادم هاز نقط ادم اه ابدا عمره ما اكل الطعام الصيني انا هتكلم عن النفي اللي بين هاز وهاف والتصريف التالت هيجي لي مين للنافي سنس منزو ولا يات ولا فور ولا نيفر طبعا نيفر للنافي رقم تسع للصير العام الماضي العام الماضي انا سافرت لبعض الاجتماعات حول العالم لصي العام الماضي ماضي بسيط اذا انا عايزة التصريف التاني للفعل والترافل مستقبل بسيط ترافل زي الفعل وبه اس ترافلينج فيرب اين جي بقى ترافل دي يعني سافرة انا كده جبت التصريف التاني لان انا عايزة زمن ايه عايزة زمن ماضي بسيط ترجمة نانسي قنقر